السلامة للبنات ويتنشارك معاكم هذا الحرشق للي شكل ديال هزوين وحلوة ديبان نافع وبالساندة يعني رطباء وهشيشة ضغية الدوب في الفم وصارحة ساهلة وضغية تتوجد وهدي عامرة بالجبن والزيتون تهي بنينة مالحة الناس اللي تبغوا الحاجة المالحة مايبغوش حلوة وانتمنى تعجبكم المقادير ساهلين وبصاب ضغيات يكونوا عندنا في الدار نتمنى تعجبكم هاد الحرشة اللي انا تنذير وتتعجبوا لي ذاتي نبدأ وداب الحرشة ديال اللي وليتكم تشكل ديال هزوين ونعطيكم مقادير كامل بالتفاصيل مهم عندنا كاز ديال الحليب ونسكة زيال سانيدة نسكة زيال النباتية عادية شوية ديال الملحة قبصة واحد المعلقة معامرة بزاف ديال نافع منقي ومعلقة كبيرة عامرة مزيان ديال الزبدة وتندوبوها حلوكا وعندي شاصية ديال الضامي وشاصية ديال الخمارة ديال الحلوة هنا يسميدة عندي الرقيقة ديال الحلوة غدا نعبرها نزلها فوقا نشوف ايش حال غا نحتاج لفضل الكميه مهم لبايت الضوبلو المقادير تزعدكم كميه اكتر هادي بالنسبة للحرشة سوف نبدأ معكم اول حاجة تنخوي نصف كزيال الحليب تنخوي نصف كزيال سانيدة تندير قبصة ديال الملحة عير شوية بيدينا تندير نصف كزيال سوف نخلط المقادير كاملة في خطرة واحدة يعني هذه الحرشة سهلة ضغياتها توجد الناس اللي تكون عنده مش حاجة في الزربة سوف نحبط ذيك المعلقة الزبدة تالية اللي دوبناها من اللي احسن تكون دايبة ولا لكانت عدتكم قاسها مع دبنا في فصل البر يعني دوبتها اللي تكون عدنا لحل سخون في الصيف تكون عدنا بمحارة المطبخ من قدر نغيروها تجينة دويلة تنخلط بناي باش يدوب لياه قمنا بسطة خلقها وباش نزاج الى المقادير جزء نناسب المعضبية تدفعوا تنزيد هذه البانية وتنزيد النافئ عندي منقي هذه اللي تحزينها تقدروا تخلطوا هذه المقادير وتخليها سائلة سوف نضيف المقلات في الفرق نعمل قبل شاركة معكم من هنا القدام سوف نضيف المقلات نضيف المقلات نضيف خلالة نضيف 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 هذه مجابة تفلق ونضيف وقتها نضيف 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 ونضيف لاحظة اعبرت بالزلافة أكثر المغربيات سوف نضيف ونضيف نضيف بالنسبة لأنك تحضيرها نضيف نضيف سوف نضيفها فردية كما أردتكم سوف نضيف مصف زلافة أخرى سوف أردتكم في الفيديو عرز زلافة الأولى ولكن سوف نضيفها سوف نحيض هذا المدلك سوف نضيف الطراب لنجمعنا السيدات المغربية سوف نضيفها بثبت أحيان سوف نضيفها بثبت أخير وتتقللها شايشة سوف نضيف المغربية سوف نضيف المغربة سوف نضيفها بثبتها سوف نضيفها على خمسة دقيقة ترتاح نحن نشكلها معكم كيف تكون رخوة نتقلوها يعني لتقلناها سوف تفزر يعني لدينا هشيشة يعني بقى عندي اكثر من نص زلافة يعني بحل استعمل زلافة ونصف ونصف الحليب ونصف زيت يعني اعطى السوائل اللي اعطتنا هذه الكمية يعني تتعطينا كمية باركة يعني تتخرج لنا يعني كمية زوينة قامت انها تشرب شوية ونرجع ليكم مهمة البنات اللي تشربت ليا شوفوا كي بلت الشكل ديالة بقى شيشة ولكن تشربت يعني ما غطيتها ما غيرتها ونشكل كويرة بحلقة لطريقة سهلة يعني على حجم يعني المول اللي عدكم انا تنخدم بوحد طريقة اللي هي زوينة تندير يعني تنكوّر بحلقة بسميدة وتيكون عندي غلاقة ديال القرعة ديال الشوكولات كينة الكبيرة وكينة الصغيرة انا تنخدم بصغيرة ولكن اللي بودروتها كبيرة تتجي انا هي الصغيرة تتجي تندردروا بحلقة السميدة وتنقرسوا بحلقة طريقة سهلة وتتعطينا واحد ثم أن نعودوا بحلقة بحلقة تنقرسوا بحلقة تنقرسوا بحلقة لانناس اللي عندهم مقلة تنقرسوا بحلقة تنقرسوا بحلقة تدرد واحد شوية ديال سميدة باش ما تلصقش ليكم وتتحطوا بحالك سنعود معكم واحد اخرى وتيتي تعطينا بحالك وتتجي بون بي وتتجي شيشة كي ما وريتكم في البداية بحالك سهلة تتجي طريق تنهبطها بحالك تتجي سهلة الصراحة تقسى بيتين سنعودها تجيب الماء كلاس على الماء ثانية تتجي يعني ماشي بشرط الحليب لما كانت تخرج حالك وتنقاو سنكملهم باش نخلط معكم الاخرى اللي سنعمرها بجبن وزيتون تتجيب معنا في القوتيف والفطور يعني صارح وتيب هو تدرد الصغار يعني انا اولادتي يأكل وقت تعجبهم وتتجيته في رمضان تجيب مهم تتستعمل بزاف ولما تخافوش منها تقدروا دروف سبيرة ودروف تلاجة سنحتاجوا فيها كاسع الحليب ومسكة زيت زيتون ليس زيت روميق زيت زيتون قبصة الملحة والزعتر مطحون ونحتاجوا العمارة الزعتر مطحون والزيتون مقطع طريفات كحل والجبن عادي ديال الخبز خمارة ديال الحلوة ومع القاق الملحة كبيرة الزبدة ديبة وزلافة ديال السميدة ونحتاجوا تقريبا زلافة ومسكة في العبار الأول بالنسبة هنا اهمت الدار الساندة وزيت العود تأتينا مواتي وحد الماضاق اللي رائع مع الزيتون تأتينا الصارحة والزعتر تأتي مواتي مع الجبن والزيتون الكحل يعني هي يصدقوني هذا الماضاق تأتي رائع أنا ستعجبني بعض الماضاق وتأكلوها الوليدات تنضيروا كاسع الحليب تنضير كيس زيت العود زيت الزيتون أو زيت العود يسمون مغاربة تنضير قبصة الملحة يعني هذه الحرشة ديالنا مالحة الولاد رائع حلوة هذه ستأتي ماضاق الزيتون والجبن والنافع يعني الزعتر ونخرجناها بالنافع تنخوذك الزبدة اللي أنا دوبتها قلنا لك الصيف تنضيروا بحرص المطبخ كافية في البرد اللي دوبتها تنخلط مزيان هذا الشيء اللي عندي حالك هنا ما تكونش عندي الخالط صعيف تخلط ختم عندي الثانية اللي غضو بعدك المليحة سنزيد الخمارة صارحة تتجيز وينو وتتجيز شيشة تتقدروا تحتفضوا بها تلاجة فصورة وتقوم تسخنوا منها وتفراد وتعطيوا الوليدات تقوتي يعني هذي يزوينا بزير وتنخروز وينو اللي بالناس اللي يتبعون الحاجة المالحة وتبعون تفلوة يعني تبقى الخصيار بالنسبة هنا تنخلطه تأتينا كريمي خلط دينا وتنزيدوا السميدة دينا وتنشوفوا هذي يتبعون احضروا زيت العود تبعون زيت نباتية وزيت نباتية يعني يتبقى الخطير يرعي بزيت زيتون تتجيز صراحة تتخلطوا بحلكم انا سنحيز هذا الطراب ونخدم بيت يعني باش نجمعوها وتنتحكموا فيها وتركوا معرفتها يعني كيفاش نخدموها دابا شوفوه هنا ودرنا ديك زلافة بقى عندنا جارية وغنقلب بيت وغنزيد سميدة وتنضيروا دائما بحالكم الندش تتجمع لنا تتحكموا فيها باش ما تبقى محلولة شو هي كديرا ونفس طريقة واحدة لكن هل تريد نضيفها بالجبن اختلف طريقكم يجبونها لتنضيقوا في جبن ونضيفها تتجمعوا في مقلة ناس الفران يعني لا تنبغلون يبقى خبزا لا يوجد لوقت اما هي لا تتشتت واحدة شوفو ثاني اهتي لا تتتشربت لنا دغيق لا تستسرد نسي نسي دلت ثلاثة طريقة نضيف زيتون الزعتر وليازير نضيف زيتون الزعتر نضيفه نزين اللقم كمية اللي بغينا حلقة تيجي صارة حزويل تنعمروا به درسانة معلقة هاتو ما شوفو عمره يعني باش تنعمر بها تقريبا غتجيني تاني شي 12 حبة أو 11 حبة ديال الحرشة ديالي قد تندي روحة شوية لان عندنا المون ذاك اللي تنقرص فيه ديال الغلاقة يعني صغير تنقرص تنخلطهم بزيال حلقة شوفوا تنشد دائما تنجمعوا الحرشة ديالنا وذلك الجبن والزيتون يجينا لداخل ترجع نشد هذا المون اللي عندي نقرص فيه هذا احسن مون اللي يعني تعجبني أنا موريح في الخدمة يعني صراحة واخر حاجة بسيطة كينشي كويجة تكون بساط ويعونونا في الدار ومتنتبهوش ليهم يعني عندي أنا المون دائري ولكن متقوم من الوسط يعني غتديري وغتبعي تخدمي فيها وشداك الوقت اما هذة تحتاني دياله دغية تتشد لك هذة اللي سباس دير الحرشة تتجمع لك نحلقها ونعود نقرس دائما تنحاول نقرسه باش ما تنفقه وشعدنا دكتة الشقوقات وتجينا هي ملسا ذيك الحرشة ديالنا اللي نخبزوها تضغطي لذيك الفورما ديالنا مهمة البنات شعلت المقلة عليها البوطة ودرت المقلة العجيبة غانستفوم حلوكاية ونقص البوطة تدخل المقلة تنقص البوطة باش ما تجيش تحرق لنا وطيب من الداخل كان عندكم مقلات تقيلة تديروها كان عندكم هذة المقلة تديروها وتدقلبوا بهذا البياسة تتساعدنا باش ما تتحفرتش لنا اللي نرطبة وننخلي وطيب على خاطرة وتنطيبوا تديال الزيتون ووجبن نفس طريقة نفسها ما عندي اشكين شو حد الاختلاف نتمنى البنات تكون مضحة لكم هذة الحرشة كيفاشتطيب في هذا الفيديو وتمنى اعجبكم اشتركوا في القناة